وَمِنْهَا ذَهَابُ الْهَمِّ وَاقْتَ صَلَاتِهِ بِدُنْيَاهُ مُرْتَاحًا بِهَا مُتَنَعِمًا وَيَشْتَدُّ عَنْهَا بُعْدَهُ لِخُرُوجِهِ وَيَشْتَدُّ عَنْهَا بُعْدُهُ لِخُرُوجِهِ ضبطت عندكم خطأ أو ربما وَيَشْتَدُّ عَنْهَا بُعْدُهُ لِخُرُوجِهِ ويأتي بيان معناها نعم أحسن الله لكم وَيَشْتَدُّ عَنْهَا بُعْدُهُ لِخُرُوجِهِ وَقَدْ زَالَ عَنْهُ الْهَمُّ وَالْغَمُّ فَاسْتَمَى فَأَكْرِمْ بِهِ قَلْبًا سَلِيْمًا مُقَرَّبًا إِلَى اللَّهِ قَدْ أَضْحَى مُحِبًّا مُتَيَّمًا هذه الأبيات أعتبرها أهم ثلاثة أبيات في المنظومة ولذلك قد نطنب فيها قليلاً أحاول أن أمد الكلام فيها قليلاً للإشعار بأهميتها لأن أعظم علامة لصحة القلب هي حال العبد في صلاته وأعظم ما يصلح القلب هو الصلاة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى فأعظم عبادة بعد التوحيد هي الصلاة وهي للأعمال بمثابة القلب للجسد إذا صلحت صلح الجسد كله هكذا قال عليه الصلاة والسلام في المضغة التي هي القلب وقال إذا قُبلت قُبل سائر عمله فالصلاة للأعمال كلها كالقلب بالنسبة للجوارح وهنا أشار إشارة لطيفة قال وَمِنْهَا ذَهَابُ الْهَمِّ وَاَقْتَصَلَاتِهِ بدنياه أصل تركيب الكلام ومنها ذَهَابُ الْهَمِّ بدنياه وَاقْتَصَلَاتِهِ الإنسان تأتيه الهموم والغموم في حياته تأتيه منغصات تأتيه أمور لا يحبها فإذا دخل في الصلاة هذا العبد الذي صح قلبه ذهب عنه كل ذلك بل صار كما قال مرتاحا بها متناعمة يجد راحته ويجد نعيمه وأنسه وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بالصلاة يا بلال وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه لكن قالوا معناه صحيح فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم تدل أنه كان متاحا بصلاته متنعما بها بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرة العين تحتمل معنيين كما ذكر أهل اللغة والحديث إما أن تكون من القرل وهو البرد قرة العين تكون من القر وهو البرد ما علاقة البرد بالعين قالوا إنما تشعر العين بالبرد إذا نزلت دموع الفرح والسرور هناك دموع للحزن وهناك دموع للفرح وكأنه يقول إن الصلاة تجعلني أبكي فرحا بما أجده فيها من أنس بالله سبحانه وتعالى هذا معنى والمعنى الآخر أن تكون من القر قرة عيني تكون من القر أي من الاستقرار بمعنى أن عينه صلى الله عليه وسلم مشغولة بالصلاة فلا تلتفت إلى ما سواها وكلا المعنيين كما قلت هما احتمالان وكلا هما لا شك حاصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشغول بها سعيد مسرور بها صلى الله عليه وسلم وهو الذي شرح الله صدره عليه الصلاة والسلام قال ويشتد عنها بعده لخروجه إذا كان الإنسان في هموم وغموم فدخل في الصلاة فوجد الراحة والطمأنينة أفيحب أن يخرج من الصلاة لا يؤقل هذا أي يقول لماذا أطال الإمام دقيقتين أو ثلاثة أو ثلاثة دقائق زائدة على ما اعتاد عليه لا يجد هذا إلا من لم يجد أنسه وراحته في الصلاة أما هذا الذي ارتاح وتنعم بالصلاة فإنه يشتد عنها بعده لخروجه وأصل الكلام يشتد لخروجه يعني يشتد بعده عنها عليه حال خروجه يعني عندما يخرج من الصلاة يشعر أنه يتألم لأنه سيبتعد عن المكان الذي يجد فيه السكينة والإطمئنان ويشتد عنها بعده لخروجه لماذا؟ قال وقد زال عنه الهم والغم فاستمى زال عنه الهم والغم إنسان عنده غموم وهموم وصل إلى مكان فزال عنه الهم والغم فكيف يحب هذا المكان؟ ثم أضاف قال فاستمى من السمو يعني فارتفع والصلاة يا أخي الكريم والإخوة المستمعين الصلاة بل كل صلاة نصليها فرصة لأن نزيد في الرقي والارتقاء والسمو وهو يقول فاستمى في كل صلاة تعرف الله أكثر تحبه أكثر تشتاق إليه أكثر إذا أعطيناها حقها قد يفوتنا هذا في بعض الصلوات ويكون من باب تفويت الفرصة وإلا فكل فرصة أقصد كل صلاة فيها تلك الفرصة كي يرتقي الإنسان أكثر وأكثر فيكون دائما في ازدياد ثم قال فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما لا شك أن من وصل إلى هذه الحالة فإن قلبه سليم مقرب ويكون في غاية النعيم والسعادة والحب والتتيم قال قد أضحى محبا لربه سبحانه وتعالى وللطاعات متيمة والتتيم درجة من الحب عالية فهي حب بتعبد ولذلك من الأسماء العربية التي ربما لا تسمى اليوم في حدود علمي لكن كان يسميها العرب في الجاهلية يسمون تيم الله تيم الله معناها عبد الله المحب له لأن التيم أو التتيم هو الحب مع العبودية نسأل الله أن يرزقنا ذلك وهنا يبقى سؤال مهم جدا طبعا كلام الناظم يشعرك أن هذا مقياس انظر إلى حالك في صلاتك وطبعا كل إنسان لو راقب نفسه في صلاته لن يجدها على حالة واحدة مرة يجد إقبالا مرة يجد إدبارا مرة يجد رجاءا وخوفا مرة يجد غفلة وهذا الذي يتقلب بين هذه الأحوال على خير لأن الناس يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام قسم يجد راحته في الصلاة كما ذكر الناظم بمجرد أن يدخل في الصلاة وجعلت قرة عينه في الصلاة قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت قرة عينه في الصلاة هذا قسم وهناك قسم لا يشعر في الصلاة بشيء إنما يؤديها ليؤديها مكبر وينتبه أن الإمام سلم فيسلم وهناك من هو في حال المجاهدة فمرة يقبل ومرة يدبر وهذا الثالث هو وسط بينهما وهو إلى خير إذا وجدت نفسك تجد قلبك في صلاتك ولو مرة في الشهر فهذا خير ممن لا يجد قلبه وعليك أن يعني على الواحد مننا إذا وجد في نفسه هذه البذرة أن يسقيها ولذلك يبقى السؤال كيف يمكن أن نصل إلى هذه الحالة التي تكون الصلاة فيها محل أنسنا وطمأنينتنا وسعادتنا وذهاب همومنا وغمومنا الحقيقة أن الأمر يرجع إلى ثلاثة أمور في تقديري ثلاثة أمور لو راعاها الإنسان يحصل له هذا بإذن الله وأكثر منه والحقيقة أن هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة ووقت يعني إذا أصابك الصداع ربما لا تحتاج أكثر من حبة فندول لكن هنا سأذكر ثلاثة أمور كل أمر منها يحتاج إلى وقت ولذلك يحسن بالمسلم عموما وبطالب العلم خصوصا أن يقوم بما يشبه الدورة التدريبية المكثفة التي يقوي فيها هذه الأمور الثلاثة كي تتجدد الصلاة عنده ثم يكون ذلك سببا للانطلاق أو الارتقاء في صلاته بقية عمره وهذا ليس على الله بفعيد أذكر أن بعض طلاب العلم يقول ما كنت أجد نفسي في الصلاة حتى قرأت كتاب صلاة ركعتين للشيخ علي التنطابي رحمه الله يقول غيرني هذا الكتيب وقرأته في ليلة ثلاثة أشهر صلاة اختلفت ثلاثة أشهر يقول ثم عدت كما كنت غافلا في صلاة فقرأت الكتاب مرة أخرى فنفعني كما يقول ثلاثين سنة إذا أذن الله بالفتح على العبد والإعانة فإنه يجد من الخير ما لا يؤمله ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا كما في الحديث فما هي هذه الأمور الثلاثة التي أريد أن أركز عليها هي في الحقيقة أمور تجعلك تعيي ما حولك لأنك لو لاحظت أنت تصلي يعني أنت تدخل على الملك سبحانه وتعالى تقف بين يديه في بيته إذا كانت صلاة جمالة هذه الأمور وحدها كافية أن يخشع الإنسان في صلاته وأن يخرج واثقا بالله الذي وقف بين يديه معتمدا عليه يعني لا يحتاج الإنسان إذا دخل على عظيم من عظماء الدنيا أن ينبهه أحد حتى يستحضر عظمتها من يدخل عليه فيعظمه لا يحتاج فالأمر يعود إلى الوعي والوعي في ثلاثة أمور أولا معرفة قدر الصلاة وعظمتها وهذا كتب فيه العلماء قديما وحديثا من القرون الأولى كتبوا في تعظيم قدر الصلاة ومن الكتب فقاله هو كتيب من الكتيبات الجامعة النافعة في هذا كتاب إتحاف المصلين بفضائل الصلاة وأجورها أو نحو ذلك تنسيت العنوان كاملا لكن أوله إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور لعادل آل حمدان هذا كتيب ربما كان فيه أقل من مئة صفحة مليء بالأحاديث هذا كتيب مليء بالأحاديث الصحيحة لا يزيد عليها شيئا كثيرا لأننا بالأحاديث نعرف فضل الركوع والسجود والوضوء والترديد مع الأذان قل ما شئت من بداية الاستعداد للصلاة إلى الانصراف منها فهذا الأمر الأول معرفة قدر الصلاة والمسلم يعرف قدر الصلاة لكن الله يقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين يذكر الإنسان نفسه لأنه ينسى هذا الفضل صلاة العشاء نصليها بعد قليل ما فضلها؟ يعرف ربما كل من يسمعني الآن أن من فضل صلاة العشاء أن من صلاها في جماعة كتب له أجر نصف ليلة قيام نصف ليلة طيب كثيرون يصلوا العشاء جماعة هل يستشعرون هذا الأمر؟ هل يتذكرون هذا الأمر؟ لأن تذكره يعلق القلب بالكريم سبحانه وتعالى ويجعل الإنسان في أمل وفي سعادة وفي فرح فهذا ما يتعلق بمعرفة قدر الصلاة الأمر الثاني وهو مهم جدا معرفة معاني الأذكار التي نقولها في الصلاة وحتى هذه معروفة يعني لو سألت أي إنسان ماذا تقول إذا أردت الدخول في الصلاة يقول الله أكبر ما معنى الله أكبر؟ يعرف معنى الله أكبر ليس معنىها عسيرا لكن على الإنسان أن يعي ما يقول فهذا يحتاج أن يستحضر معنى الذكر وكذلك يحتاج أن يقرأ ما قاله أهل العلم في شرح هذه الأذكار فإنهم ينبهون على أمور لطيفة دقيقة تعين على استحضار معاني الأذكار فأنا لا بد أن أعرف أنني أصلي ما قيمة الصلاة التي أصليها وأعرف ما أقول في كل ذكر أقوله في صلاتي ويدخل في الذكر طبعا القرآن لكن الناس يتفاوتون في فهم القرآن فكذلك على الإنسان كلما يعني إذا قرأ الإمام آيات تعرفها فإنك تتأثر أكثر من قراءته لآيات لا تعرف تفسيرها أقصد فالأمر الثاني معرفة معاني الأذكار وفيه كذلك كتب وإن كان ربما أقل من الأول وفيه كتاب لطيف جدا وهو فتح العليم بشرح أذكار الصلاة من التكبير إلى التسليم للدكتور حسين العوايشة الحقيقة أن هذا الكتاب نافع جدا فعلى الإنسان أن يحرص على قراءته ثم يستحضر بعد ذلك أثناء قراءة قوله للأذكار أن معناها هو كذا وكذا ليحصل الخشوع ويحصل الأنس وهنا أريد أن أقف وقفة أو لعلي أجعلها في نهاية الكلام على الصلاة الأمر الثالث حتى لا تشتت الأمر الأول قلنا معرفة قدر الصلاة الأمر الثاني معرفة معاني الأذكار الأمر الثالث التعرف على المعاني الباطنة التي يستحضرها العبد في حركاته وسكناته في صلاته عندما أقوم ماذا أستحضر عندما أركع ماذا أستحضر عندما أجلس بين السجدتين عندما أسجد عندما أتشهد وهكذا وقد تكلم فيها العلماء كثيرا من القديم وأفاضوا فيها ومن أشهر من أفاض فيها الإمام الغزالي والإمام القيم رحمة الله على الجميع وأريد أن أعود إلى شيء ذكرته بالأمس وأذكره اليوم وهو استحضار معنى الذكر ذكرنا أمس في الأذكار أن مما نحتاجه أن نستحضر معنى الذكر فهنا قد يقول قائل يعني أنا أقول الذكر ثم أتنبه لمعنىه الناس ثلاثة أنواع هناك الناس الذين ينتفعون بالذكر على ثلاثة أنواع هناك من يذكر فيتنور ويستحضر المعنى يعني يقول الله أكبر فينتبه أن الله أكبر من كل شيء فتهون عنده الدنيا وهناك من يستحضر المعنى أولا يستحضر عظمة الله ثم يقول الله أكبر وهناك من يأتي الأمر معه تلقائيا يعني بمجرد أن ينطق يشعر بالمعنى وهذا ربما لا يكون إلا بعد أن يكون قد درب نفسه بأن يستحضر بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يستحضر معايا الأذكار يحتاج أن يفهم معناها ويحاول قبل شروعه في الصلاة أو في الذكر أن يستحضر ذلك المعنى ثم ينطق فهذا بعد مدة يصبح متوافقا بحيث كلما قال الله أكبر شعر بعظمتها كلما قال رب اغفر لي شعر بدلالتها وهكذا لعل هذا يعني يكفي بالحديث عن الصلاة باعتبار الوقت ويعني ما يسره الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الأمر يعني عظيم أمر الصلاة عظيم ولكن والناظم أحسن بأن أعطى هذه العلامة أكثر عدد من أبيات يعني لاحظت أن علامات صحة القلب بعضها في بيت وبعضها في بيتين إلا هذه فأعطاها ثلاثة أبيات فأحسن بهذا جدا رحمه الله ونور قبره قبره